قصة آخر ملوك إيطاليا الذي نفي إلى مصر ودفن بها سبعون عاما في 29 مايو من عام 1946 ألغيت الملكية في إيطاليا وأعلن عن قيام النظام الجمهوري وذلك بعد خلع الملك فكتورا إيمانويل الثالث ونفيه إلى مصر وصدور حكم بمنع دخول أفراد العائلة المالكة السابقة إلى إيطاليا وكان حكم الملك فكتورا إيمانويل الثالث لإيطاليا قد بدأ عام 1900 بعد اغتيال والده أمبرتو الأول وفي عهده الذي استمر 46 عاما تولت الفاشية بزعامة الدكتاتور بنيتو موسوليني الحكم في إيطاليا فما هي القصة؟ ومن هو الملك فكتورو إيمانويل الثالث؟ ولماذا كانت مصر هي وجهة النفي؟ وما علاقة الملكيات الإيطالية والمصري؟ هذا ما سنتناوله اليوم من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو من هو فكتورو إيمانويل الثالث؟ ميلاد فكتورا إيمانويل كان في 11 نوفمبر من عام 1869 في مدينة نابولي في إيطاليا وتوفي في 28 ديسمبر من عام 1947 بالإسكندرية في مصر وهو آخر ملوك إيطاليا الذي شهد عهده نهاية النظام الملكي وكان فكتورو إيمانويل قد تلقى تعليما عسكريا بشكل أساسي وقد اعتلى العرش فجأة في عام 1900 بعد اغتيال والده الملك أمبرتو الأول وكان ملكا دستوريا وقد وافق على تولي حكومة لبرالية السلطة واستسلم بسهولة للحرب الإيطالية ضد تركيا في عام 1911 ودخول بلاده الحرب العالمية الأولى في عام 1915 الملك فكتورو إيمانويل وموسوليني ونتيجة للتوترات التي فرضتها الحرب على النظام البرلماني تم الدفع بموسوليني إلى الصدارة وفشل فكتورو إيمانويل في منع استيلاء الفاشيين على السلطة على الرغم من أنه كان بإمكانه القيام بذلك بمجرد التوقيع على مرسوم فرض الأحكام العرفية الذي اقترحه مجلس الوزراء وسرعان ما تم تحويله على يد موسوليني إلى ملك سوري ولكن في عام 1943 وبعد الانتكاسات العسكرية الإيطالية الكارثية في الحرب العالمية الثانية والتي توجد بغزو الحلفاء لسقلية فاجأ فكتورو إيمانويل العالم بإلقاء القبض على موسوليني وتنصيب المرشال بيترو بادوليو كرئيس للوزراء وقد فشلت هذه الخطوة في تخليص إيطاليا من الحرب أو إخراج الملك من وضعه الصعب بداية النهاية وأخيرا وبالتحديد في 5 يونيو من عام 1944 بعد يوم من تحرير الحلفاء للعاصمة الإيطالية روما نقل للملك فكتورا سلطاته لابنه ولي العهد الأمير أمبرتو ولكن مع الاحتفاظ لنفسه بلقب الملك ووجهت لفكتورا إيمانويل انتقادات لفشله في منع موسوليني من الاستيلاء على السلطة في 1922 ولفراره من روما عام 1944 أمام الجيش الألماني كما واجه الملك أيضا اتهامات بالتعاون مع النظام الفاشي خاصة فيما يتعلق بتصديقه على أوامر لترحيل الآلاف من اليهود الإيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية استفتاء على النظام الملكي وشهدت إيطاليا في عام 1946 استفتاء للاختيار بين النظامين الملكي والجمهوري وفي محاولة من الملك فكتورا إيمانويل الثالث للتأثير على التصويت لصالح النظام الملكي تنازل عن العرش لصالح أمبرتو في 9 مايو من عام 1946 لكن الاستفتاء أفضى إلى انتصار النظام الجمهوري المنفى المصري وذهب كل من فكتورا إيمانويل الثالث وأمبرتو إلى المنفى في مصر وبعد عامين من ذلك صدر الدستور الإيطالي متضمنا حظرا على جميع أفراد الأسرة المالكة من العودة إلى البلال وعن سبب افتيار الملك فكتورا إيمانويل لمصر كان الملك فكتورو إيمانويل الثالث صديق دراسة للملك فؤاد الأول وكان أيضا زملاء دراسة بالمدرسة العسكرية وتجمعهما علاقة شخصية قوية جدا وجاءت زيارة الملك الإيطالي للإسكندرية عام 1933 بعد زيارة الملك فؤاد لأوروبا ميدان فكتورا إيمانويل بالإسكندرية تم تسمية ميدان سموحه بالإسكندرية باسم فكتورو إيمانويل في عام 1933 بالتزامن مع موعد زيارته وقبل لجوءه إلى مصر واستقراره فيها وذلك تكريما له بالتزامن مع زيارته لمصر ومن هنا فإن هذه التسمية ترجع إلى آخر ملوك إيطاليا الملك إيمانويل الذي لجأ إلى مصر وأقام في الإسكندرية في فلا يطلق عليها اسم آنبرون التي بنيت عام 1890 وعاشت فيها شخصيات مهمة مثل الكاتب لورانس داريل وبناها المهندس الدور أمبرون وعائلة زوجته الذين صمموا الميناء الشرقي السلسلة وقد أقام إيمانويل بالفلا حتى وفاته فيها عام 1947 ودفن خلف كاتدرائية سنت كاترين بالمدينة بحسب موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصائف في مصر الخديوي إسماعيل في نابولي بعد خلعه والملك فاروق في روما بعد خلعه من الجدير أن العلاقة بين أسرتين محمد على باشا في مصر وسفوي في إيطاليا تمتد إلى ما قبل ذلك فعندما خلع السلطان العثماني خديوي مصر إسماعيل عام 1878 طلب أن يتوجه إلى الأستانة وهو ما رفضه السلطان عبد الحميد وعندما علم أمبرتو ملك إيطاليا بذلك أسرع ووضع تحت تصرف خديوي مصر السابق صديق والده قصرا من قصوره في ضواحي نابولي فقابل إسماعيل ضيافة الملك الإيطالي وقد رحل إسماعيل على متن اليخت المحروسة إلى نابولي وهناك أقام في قصر الففوريتا ثم تنقل بعد ذلك في زيارات طويلة بين باريس ولندن وفينا قبل أن يستقر في الأستانة كما أن العلاقة بين أسرة محمد علي باشا وإيطاليا انتدت لما بعد اختيار فكتورا إيمانويلا مصر منفا له حيث كانت روما مستقر الملك فاروق بعد نفيه فبعد نفي فاروق من مصر في عام 1952 غادر على متن اليخت الملكي المحروسة وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم وقد توجه فاروق أولا إلى إمارة موناكو ثم انتقل إلى العاصمة الإيطالية روما وتوفي الملك فاروق في مطعم إلدو فرانس في روما في 18 مارس من عام 1965 عودة الأسرة الملكية الإيطالية والرفاة إلى إيطاليا في ديسمبر من عام 2002 عاد فكتورو إيمانويل بن أمبرتو وحفيد إيمانويل الثالث إلى إيطاليا بعد حوالي خمسون عاما قضاها في المنفى وقد وصل إيمانويل للحفيد وكان عمره حينئذ خمسا وستون عاما وأفراد عائلته إلى مطار شينبينو العسكري في العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة وكان البرلمان الإيطالي قد صوت في وقت سابق من عام 2002 على رفع الحضر الذي فرض على عودة أفراد العائلة المالكة بعد الحرب العالمية الثانية وقد استقرت العائلة في جنيف منذ عام 1946 بعدما ننفيت بسبب تأييدها للحكومة الفاشية الإيطالية بقيادة ابن توموس سوليني علاقات تاريخية بين مصر وإيطاليا الملكيتين ومن هنا نصل إلى أن العائلتين الملكيتين في كل من مصر وإيطاليا كانت على علاقات وثيقة خلال فترة حكمهما وكانت نهاية الحكام بعد النفي في البلدين متبادلة حيث نفي فيكتورو عمانويل في مصر ونفي إسماعيل وفاروق في إيطاليا ترجمة نانسي قنقر